السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية للصف الثامن نقدمه لكم بعنوان التسوق الإلكتروني الجزء الأول هل أنتم مساعدون يا أبطال؟ هيا بنا الأهداف الهدف الأول تمييز خصائص النصوص ذات وجهات النظر المختلفة البنائية واللغوية الهدف الثاني التوسع في تناول الأفكار والمعلومات المتعلقة بالموضوع المطروح للنقاش الهدف الثالث كتابة مقدمة مناسبة لموضوع يتناول وجهات نظر متعددة فانتبه معي بارك الله فيك أحضر كتابك واجعله جوارك وانتبه لما أقوله ستستفيد بإذن الله عز وجل خلال هذه المادة والآن عزيز الطالب ستقوم من خلال هذا الدرس بالاطلاع على خصائص النصوص القائمة على وجهات نظر متعارضة سواء السيمات البنائية أو اللغوية ثم ستطلع على الفقرة المحفزة لإثارة النقاش حول الموضوع لنقوم بعدها بالاستزادة من المعلومات والمعارف حول إيجابيات وسلبيات التسوق الإلكتروني لنختم درسنا بكتابة مقدمة للموضوع الذي أثير النقاش حوله والآن أبناء الطلاب دعونا نتعرف خصائص النصوص القائمة على وجهات نظر مختلفة تدون النصوص ذات السمة النقاشية حول قضايا جدلية وتحتمل عدة آراء ووجهات نظر في قضية بعينها وبعد أن تعرفنا خصائص النصوص القائمة على وجهات نظر مختلفة أطلب منك عزيز الطالب أن توقف المقطع الذي أمامك وأن تتأمل خصائص بناء النص الذي يتضمن وجهات نظر متعددة أظنك عزيز الطالب أنك قد عرفت الآن العناصر الأساسية لكتابة النص الذي يتضمن وجهات نظر متعددة أراك تقول يتكون من مقدمة ومن عرض وخاتمة فالمقدمة تبين موضوع النقاش أما العرض فيتضمن توضيحا لوجهات النظر المتعارضة في القضية التي يدور حولها النقاش وحجج كل طرف واعتراضاته على الطرف الآخر أما الخاتمة فيتقدم موازنة بين الآراء وقد تتضمن تغليبا لرأي على الآخر أعزاء الطلاب بعد أن تناولنا خصائص بناء النص أقرأ عليكم خصائص لغة النص الذي يتضمن وجهات نظر متعددة أولا توظيف الجمل الطويلة المركبة ثانيا استخدام كلمات تعبر عن أسلوب النقاش ثالثا توظيف التعبيرات الموحية رابعا استخدام أدوات ربط تعبر عن علاقة سببية مثل ما نقول لأن عندئذ ولهذا السبب ولذلك وأخيرا استخدام الفعل المضارع وبعد أن تعرفنا الخصائص البنائية والأسلوبية أعرض عليكم أبناء الطلبة فقرة محفزة لإثارة النقاش حول الموضوع التسوق الإلكتروني لقد أصبحت أساليب التجارة أيسر وأسرع وأكثر انتشارا من أي وقت مضى خلال التاريخ البشري وذلك بفضل التقدم المتواصل في عالم الاتصالات والثورة التكنولوجية والتجارة الإلكترونية والهواتف الذكية والآن أطلب منك عزيز الطالب في عشر دقائق أن تضيف أفكارا ومعلومات حول موضوع التسوق الإلكتروني بالقراءة وتصفح مواقع الإنترنت ثم بالاستعانة بالورقة والقلم أرجو منك أن تعمل عقلك بحيث تكتب ما لا يقل عن ثلاث إيجابيات للتسوق الإلكتروني ثم تأتي بعد ذلك بثلاث سلبيات لهذا التسوق والأفكار التي ستأتي بها تمثل خير معين لك للانطلاق منه في كتابة مسودة موضوعك ثم الاعتماد عليه في كتابة الموضوع لا سيما عرض الموضوع بعد التعديل والتنقيح والتصويب أعزيز الطالب بعد أن تصفحت مواقع الإنترنت أصبح لديك الكثير من الأفكار والمعلومات حول الموضوع هيا بنا أبناء الطلبة لنخطط لكتابة النص وفق المخطط الآتي يتكون المخطط من عنوان مقدمة عرض خاتمة العنوان التسوق الإلكتروني بين مؤيد ومعارض المقدمة تحوي فقرة تتحدث عن موضوع النقاش في النص بشكل عام أما العرض فيتكون من فقرتين الفقرة الأولى عن إيجابيات التسوق الإلكتروني وبعدها تعرض الإيجابيات والفقرة الثانية عن سلبيات التسوق الإلكتروني وبعدها تعرض السلبيات وأخيرا خاتمة النص وتكون من خلال الموازنة بين وجهات النظر والتعبير عن الرأي الشخصي والآن أطلب منك عزيز الطالب أن تحضر دفتر الكتابة لكتابة مسودة للمقدمة فقط ولكن تذكر عزيز الطالب أن المهمة الرئيسة في هذا الدرس هي أكتب مقالا حول إيجابيات وسلبيات التسوق الإلكتروني متناولا وجهات نظر مختلفة وموازنا بينها والآن أطلب منك عزيز الطالب أن تعمل فكرك قبل قلمك حتى تكتب معي مقدمة لموضوع نقاشي يتناول إيجابيات وسلبيات التسوق الإلكتروني ولابد عند صياغة المقدمة أن يتوافر فيها ما يأتي الاستفادة من الأفكار الواردة في نص الموضوع وجوب الإشارة الواضحة إلى وجود عدة آراء متعارضة حول الموضوع المطروح للنقاش أبناء الطلاب بعد أن تعرفت الشروط الواجبة توافرها في المقدمة قم بإيقاف المقطع الذي بين أيديكم بارك الله فيكم وأحسن إليكم ثم اكتب مسودة تناسب موضوع إيجابيات وسلبيات التسوق الإلكتروني أحسنتم وأبدعتم بارك الله فيكم أبناء الطلاب أتوقع أن كثيرا من الطلاب انتهوا مشكورين من كتابة المقدمة ولعل بعضكم كتب مقدمة مقاربة للمقدمة الآتية ما رأيكم أن نقرأها سوية؟ أحسنتم يا أبطال اختلفت الآراء وتباينت حول موضوع التسوق الإلكتروني فمنه من يؤيده ويرى فيه العديد من الإيجابيات وفي المقابل هناك من يعارضه لاتصافه بعدد من السلبيات عزيز الطالب بعد أن انتهيت من كتابة المقدمة آمل منك قبل موعد الدرس القادم أن تتهيأ لكتابة مسودة عرض الموضوع وخاتمته حتى تكون مستعدا بعدها لكتابة الموضوع كاملا والآن سأطرح عليك بعض الأسئلة وكل ثقة أنك تستطيع الإجابة عنها الآن أجب عن هذه الأسئلة لتتأكد من فهمك لما درسته وفهمته تدور النصوص ذات السمة النقاشية حول قضايا أحسنتم وأبدعتم بارك الله فيكم كما تقولون الإجابة الصحيحة الخيار الأول أحسنتم يا أبطال السؤال الثاني من أهم خصائص لغة النص الذي يتضمن وجهات نظر متعددة نعم أحسنتم وأبدعتم كما تقولون الإجابة الصحيحة هي الخيار الثالث استعمال أدوات ربط تعبر عن علاقة سببية أحسنتم وأبدعتم وبارك الله فيكم تذكير هام أبناء الأعزاء لا تنسوا الإجابة عن أسئلة التقييم الخاصة بهذا الدرس والمنشورة على نظام التعلم الإلكتروني بهذا نكون أعزاء الطلبة نكون قد انتهينا من الجزء الأول نلقاكم بإذن الله في الجزء الثاني في رعاية الله